أصدرت كتلة الأغلبية بياناً صحفي حول البيانات والتسريبات الأخيرة قالت فيه إنما تم تدوله من مشاهد إن صح حتى في أنها تمثل هدماً لكيان الدولة واعتبارها ومساساً بالثقة المفترضة بالمؤسسات العامة والقائمين عليها وهو ما يؤكد سلامة مطالبتنا الدائمة بوجوب إيقاف كافة المتورطين وتكليف مؤسسة دولية متخصصة موثوقة بتتبع أموال وأشخاص وأدلة المتهمين وتقديم بياناتها تحت القسم كما حملت كتلة الأغلبية المجلس الأعلى للقضاء على وجه خاص كامل المسؤولية حيال الامتناع غير المبرر عن نشر كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بحفظ شك والقضاة وأكدت الأغلبية تمسكها بعدة مطالب منها حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة الحالية والعودة لإرادة الأمة كما طالبت بإلغاء مرسوم الصوت الواحد وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي وبضرورة محاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة مع تكليف مؤسسة دولية متخصصة وموثوقة بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضاء وتقديم بيانتها تحت القسم مع إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بصورة انتقائية وانتقامية دون وجه حق على نحو مخالف للدستور والقانون ترجمة نانسي قنقر